اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لغاية منه مش حماية المبلغ عن الفساد وانما ترهيب المبلغ عن الفساد من ناحية ومش مقاومة الفساد وانما حماية منظومة كاملة مش حتى افعال او منظومة كاملة اشتركوا في القناة 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 مقترح قانون لتنظيم سبر الأراء وستطاعات الرأي هذا مقترح ثاني بعد مقترح كان أول من الطيار الديمقراطي ثم بعد نحكيه على الخلفيات وأيضا نحكيه على الأمر الحكومي المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في المناطق ذات الأولوية التنموية المعتمديات ريم حجوب ترى أنه تم استثناء معتمديات رغم أنه المعطيات متاع التنمية البشرية تخليها لازمها تدخل ضمن مناطق الذات الأولوية التنموية وتمتع بالحوافز هذه في الاستثمارات ونحكيه عليها بعد قليل قبل جدل صاير بين البارح واليوم هالديبلوماسية الشعبية دمعك خوالة بن عايشة رئيس حزبكم أو الأمين العام تاع الحزب ووفد برلماني قابل المشير خليفة حفتر ورئيسة الجمهورية خرجت بيان تقول روما تمش أخذ رأينا ولا أعلمنا بهذا أنتم تقولوا رو تم الأعلم هاتفيا يوم عقد اللقاء السؤال المطروح هل رئيسة الجمهورية تكيل بمكيالين واللهي شو نقول لك احنا تفاجأنا معني هوا بسرعة خاصة بسرعة بيان رئيسة الجمهورية ما نتصورش لهذا بيان صادر على رئيس الجمهورية خاطر فيه تصريحات غير مسؤولة معني بيان غير مسؤول ما يليقش بمؤسسة رئيسة الجمهورية مضمونه أيضا غير مسؤول خاطر وقت اللي يقول هو لم يتم التنسيق ونشوف بيان حركة مشروع تونس ما قلنيش احنا نسقنا قلنا أعلمنا سيدة رئيس الجمهورية قبل اللقاء معنيها استعجبنا للسرعة للبيان هذية والسرعة يخرج بها البيان وتسئلنا عليش ما خرجتش بيانيت كيف من هك معنيها في ظروف أخرى كما قلت انت فما سيئست المكيالين دينا ما قلت سؤال اي سيئست المكيالين بتبعات الحال لأنه هذية متعارض مع بيان حركة مشروع تونس اللي كان واضح يعني حركة مشروع تونس لا تلعب أي دور يدخل في صلاحية العنوان الرئيسي للدبلوماسية التونسية أي رئيسة الجمهورية وزارة الخارجية وأذف الأمين العام الحركة لقد أعلمت سيدة رئيسة الجمهورية قبل هذا اللقاء وبش نعلموه بفحوي دونك البيان هذية معناها مضمونا وشكلا لا يليقلا بمؤسس رئيسة الجمهورية ولا حتى بأي جمعية رياضية ولا بنيدي أطفال يعني ونتأسف يعني نتخرج بيانيت كيف من هكا على مؤسسة مهمة كيف مؤسس رئيسة الجمهورية هوني نحب ندقق شوية هل أنه الآن والأعرف تقول أنه بعد اللقاء دبلوماسي محسن مرزوق لازم يقاب الرئيسة الجمهورية بش يعلموا بفحوي هذا اللقاء مع شخصية خاصة أنها شخصية عسكري وليس شخصية سياسية هل بش يقابلوا ويعلموا بالفحوي ولا هو بش يقابلوا غدوة سبيح خطر احنا الناس مسؤولين ونتعاملوا بمنطقة الدولة يعني بش يقوم بليقاع سيد رئيسة الجمهورية بش يقابلوا غدوة سبيح وإن شاء الله وليش هو اقتحم يعني مقار رئيسة الجمهورية وحب يعلم الرئيس بسيف ويخرجوا لنا بيان من قبيل البيان اللي خرجوا لنا البرح ويقابلوا غدوة سبيح إن شاء الله طيب سامي عبو الدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية الشعبية هذه اليوم مفهوم جديد لو ديوا دبلوماسية الشعبية هوا أتقال هو في العالم الكل عادي أنه الأحزاب تكون عنده اتصالاته كذا ومجتمع المدني وغيره هذا عادي ولكن اللي ساير في تونس تحس أنه معناها وكأنه أنا بكري أعطيتها تصوير هنا رجل غنوشي ينصق مع جماعته بورفيل الكيليبر محصن مرزوق مش ينصق مع جماعته وكأنه السياسة الخارجية متى تونس توضع من الخارج للأحزاب السياسية التونسية سيدولان جيرانس وإلا الأحزاب الداخلي بحثوا عن مشروعية أو عن قوة أو عن دعم من الخرش وهذا يستقيم أيضا شوف احنا طويقة للأسف معتاش قطق مفهوم جديد عنا بشرة مفهيم كل مرة نطلق مفهوم معتها عنا اليوم الناس كل تعمل في كل شيء ونس كل ما تعمل في حد شيء اي اغزولي مثلا سيد رئيس الجمهورية اللي هو نعمل ما هو عنده سياسة الخارجية هو اللي يستر سياسة الخارجية يضبط سياسة والحكومة والوزين الخارجية يتسق مع الحكومة لتعيين الوزير الخارجية والدفاع هو تسكي عنده علاقة بالسياسة الخارجية هو يعني من مشمولته لأنه سيد رئيس الجمهورية يعمل أنت خاطخ في السياسة وميعم في حاجة تقولي مش لغة في السياسة متاعو واللي واللي البرة كيما سي الغنوشي وكيما سي محسن مرزوق اللي من حقهم كررؤساء أحزاب أو كأحزاب أنه كن عنده معلقات خارجية من حقهم من حقهم باش خاصة كي تقول كي سمعت ونقرأ ما أقيتش الحق كانت وقيته في إطار تدعيم مبادرة رئيس الجمهورية ومكينش أبدا في إطار تدعيم مبادرة رئيس الجمهورية يعني ووضحنا هذية في البيان قلتوا هو كان سابق المبادرة متاع التسوية اللي قدمها رئيس الجمهورية الزيارة عنا برشا وكأي حزب يعني عنا برامج متاع زيارات وعلاقات مع أحزاب سمعني تدقيق زيارة بديت من جاءوا من الإمارات ومشيوا اللي خرجوا من تونس وتنجموا تثبتوا في مطار تونس قرتاجا وكسهل التفسير اللي من تونس ومشيوا من تونس ورجعوا لتونس إمارات إشي هاكي العام للدقة هو هو اللقاء اللقاءات هذه كتبدا في العلن مفهومة اللي تخوف كتبدا في السر رهي الحق مع ضرورة الأعلام مسبقا أبشي نقول بس ما كاملتش أبدينا شفت أبدينا هاكي هي كتبدا في العلن وينش ناوي انت عارك معك سيميليو حدينها والله انت واحدة كويسة بس عبالك سينك بدينا كتبدا في العلن تبدا على الأقل في النور ما عدت فهمت خات عليش نقول هكي خات برشة اللقاءات قادة تنفسر وبرشة علاقات ديبل ملاسية خارج ديبل ملاسية قالت تنفسر فاليوم لما أحزاب تتصل أو تتنقل أو تنسق مع 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 ما تهم هيئات سياسية البرة في إطار سياسية في إطار خسنتونس عايش في أزمة كبيرة وتكون في العلن بعد بتبع إعلام السلطات الرسمية تبدأ فيش تبدأ لقائد رسمية مع أشخاص كما هكي مثلا حفتر اللي هو عسكري وإلى خيري وإحنا عنا خلافة كبيرة وتونس قالت نحب نقود محايدة ما نحبش نغل الترف على على الترف يعني ثم وما قال قمنا بالأعلى لك أخنا اليوم عنا ناس مش مخاولة باش تعمل سياسية ذي تعمل فيها خطي باش سوصي سي الأحزابة ذوما ما هم سوصي باش يحلو مشاكل تونس في السياسات الخارجية لأنها السياسة الخارجية وحلل أزمة ذي ما كلها تونس في حين أنه نقاو اللي هو مسؤول عليها مثلا سي الأيس جمهورية واختبط في السفرات يحكي على التنمية وقال لي مش من مشمولاته مش يقف يختصاصاته تلاحك الخطاب اللي خليني اللي قالوا مربما ما يدق عليش الأحزابة بديت تتنقل هي تقوم بالدولة ذي لأنه سيدة الأيس جمهورية قالوا أنا الدولة مش أنا مش أنا سيدة الأيس جمهورية أنا الدولة ما تحصل قانون يقف المجلس يقف القضايا يقف كل شي يقف أنا الدولة في يعني أنا شكوة بتيني وكلهم يعمل في كل شي أنا رجعلك سامي عب وكن عندي برشا منقول في هذا من خلال نسمع ريم حجوب والله نتكلم في المطلق وهذا وإحنا بسدد تعرفوا قاعدين نحضروا في المؤتمر وفي اللواح والبارة في اللواحة السياسية الخارجية قلنا هل من حق الأحزاب بدينا نتناقش في الموضوع هذا بالذات أنا حاس براي معانتها من حق كل الأحزاب أنها تقابل وعندها اتصالات مع الناس اللي تتفاهم معاها المشكل هو أنه تول الإشكال اللي ساير في ليبيا معانتها ليبيا هي اللي معانتها فيها مشكلة واللي أحنا ولي جت بعد مبادرة رئيس جمهورية بعد مبادرة رئيس جمهورية ولكن كي نسمحوا كي نسمحوا شو قال رئيس جمهورية قال على وقت سألوه على راشد الغنوشي عليش يمشي هل معانتها أنت فوضت وقال أنا عندي ممثل واحد هو وزير الخارجية وإنا من نجام مش نمنع ومن حق كل حزب أنه يعمل اتصالاته معانتها هو في بعض الأحيان يشاورني في بعض الأحيان لا نفهموا أنه ما عندوش مانع معانتها رئيس الجمهورية من أنه فما لقاءات وقتها فما لقاء راشد الغنوشي وعليش مش لقاءات أخرين نوك لهنا يلزم على كل ما إنسان وانا تخيل هذي وقت يعمل لقاءات يعملها لفائدة أو الحاجة الحل ليبيلي وفي نفس التوجه متاع سياسة الخارجية تونسية هذي هو ما يلزمش فهم التعارض ما بين سياسة الخارجية تونسية وكل هذي هو معتها المهم أمم عندو الحق وعندو الحق كل واحدة عندو الحق مش يمشي ويقابل أي واحد التعقيب سريع هو المشكلة مش في شكون معناها في حزب سياسي يكون عندو علاقات مع أحزاب سياسية أو مسؤولين في الدول الخارجية المشكلة الوقت اللي تولي الأحزاب السياسية تتصرف بمنطقة دولة عنا مثلا أحد نويب كتلة نهضم صحح باسم الدولة التونسية في اتفاقية التجارة في المعبر الليبي ما بين توينسا والليبي سمحني رئيس حكومة وزير تجارة عنا سيراشد الغانوشي عم في تسريحات باسم بوزارة الخارجية ويصرح قبلها اللي بش تسير فما لقائت اش بنا ما تكلمنيش على نجر لرئيس الجمهورية وقت اللي يمشي لقاتر والتركي المشكلة مش في شكون يمشي وشكون يقض مشكلة في شكون يعمل تسريحات باسم الدولة عنا قاعات شرافية تتحل لصهر رئيس حركة النهضة عنا جوازات سفر ديبلوماسية يسفروا بها باي سيفة هذية هو المشكلة مش في ان احزاب سياسية تكون عندها علاقات وهذا مطلوب ومن حقها انها تكون عندها علاقات مع اطراف سياسية تتماشى وتتفق معها في الاراء المشكلة وقت تولي الاطراف هذية تتكلم باسم الدولة وتصحح في اتفاقيات في بلاستها تحكي على احمد العميري احمد العميري صحح اتفاقية تجارية يقولوا فيها مثلا السلاع التي حق للمسافر الليبي استحابها اثناء عوداته من تونس ادوية ومواد غفائية والسلاع والسلاع اللي هزها تونس من ليبيا عنده الحق يدخل شوية وقود وشوية سلاع مستوردة من الخرش شبهها البلاد سامي عبو قلت ملا بلاد لا هذية هذية مختر حقها ما كنتش عندي علم بهذا وهذية هذية يحق المسائلة معتا انت كنيبة ليه ذي كاش بشي سير مش عيه بات ايه معتا هي اللي عندها الورقة نحنا طوى علمنا به معتا يلزم مش معقول به موضوع للمتابع والحق يزم نتابعوه وندقو فيه ومن يتصل بشكون وعليش وبرشة دول قعدة اليوم تدخل في السياسة الداخلية متاعنا التونسية فما ناس تعطي في ولاقاتها زادة لدول أجنبية والحق استصويرها ولاد ميش مفهومة بالباهي في علاقة بالدبلوماسية التونسية على أقل في علاقة بالأحزاب السياسية والقيادات والشخصيات السياسية اليوم كلام يتقال عنه في الكواليس هذا متاع البلاد الفلانية وهذا متاع البلاد الفلانية وهذا خذي فلوس من البلاد الفلانية وهذا دخل الفلوس عن طريق الجمعية الفلانية خطير جدا ونلتزم الصمت ونحنا نلتزم الصمت ساكتين نمر للموضوع الموالي اللي هو متعلق بريم حجوب اللي قلت أن هناك مناطق ذات أولوية تنموية جاء الأمر الحكومي ونحاها أو ألغاها قداش من معتم دي نشوف نحب نفسر بسرعة قداش من معتم دي 23 معتم دي تنحات 23 معتم دي على أي أساس أنت قلت ريت نحات وهي ذات أولوية تنموية على أساس الترتيب حسب المؤشرات التنمية هننفسر لك شوية أعطيني شوية وقت وقت اللي كانت عنا مجالة استثمار صدرت عام 93 عام 94 خرج الأمر التطبيقي اللي يتصنف أينهم الخارطة متاع التنمية الجهوية أينهم المناطق الجغرافية اللي تتمتع بالتنمية الجهوية والخارطة هذه مقسومة في ثلاثة شكون منحة 8% شكون منحة 15% وشكون منحة 25% صارت الثورة المطالب متاع الثورة شنية شغل حرية كرامة وطنية بيش نعملو شغل قلنا راهو الوظيفة العمومية ما عاش ناش بالتشغل بيه الجهات الكل تثور تمشي لها تقول لها ما عنديش تنمية اليوم أنا في البرادعة فما معنتها اعتصام وفما مظاهرة وفما توقيف كل أعلى خطر يتعبوا بالتنمية وهذا موجود في كل برشة معنتها جهات كل ما تمشي أحنا كنواب شنو اللي فهمة مثلا ماش تنمية بيه وكانت فهمة اللي جينا نعنوا في البيلان متاع اللي قبل الفين ووحداش فما صاروا حاجات إيجابيين ولكن الحاجة اللي أخفق فيها النظام وهي اللي محققش حتى نجاعة هي التنمية الجهوي بيه جيت الحكومة بعد الحكومات ونحكي على الحكومة اللي أحنا فيها من الفين واربعتاش حكومة اللولى والحكومة الثانية قلنا نعطيه أولوية للتنمية الجهوي لشنون بيش نحقوا بيها التنمية الجهوية دي بيش نحقوا بيها العدالة بين المواطنين وبين الجهات فما التفاوت كبير ما بين الجهات نجي ونلقاوا أكثر الجهات والغرب والجنوب ما عندها لكلهم ندخلوا في الجيف داكورت جي شنو عاملت الدولة بيش نجم تحسن التنمية في الجهات فما زوز حاجة حاجة اللولة هي فك العزلة على الجهات هذي شوني هي تعمل في المخطط الطريق السيارة طرق السيارة مبين ليزو تروت يربت العصمة بالجهات وطرقت سريعة بين الجهات مثلا تونس قفصة عبر بيش 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 سيدي بوزيد وسيك سك حدي دي قابس مدنين وانتي عندك طريق سيارة بين تونس وقابس عندك هذي فك العزلة على الجهات الحاجة الثانية قلنا نجي ونشوفوا هناهم الجهات اللي تعبين أكثر من الجهات الأخرى عملنا مؤشر التنمية بي المؤشر التنمية هذية بشرية تخدم عليها من 2012 وتزيد تحين في 2015 واب شنو عطانا عطانا الترتيب تفاضلي متاع المعتمديات من 1 إلى 264 بي شنو جيت في الهذية الكل أول مرة معناتها الحكومة وقت حكومة تحليب السيد جيت في لجنة المالية وقدمت القانون متاع الاستثمار مع الأوامر وثارت فيها عمل تشاركي مع النواب ومعناتها الناس الكل حتى الأمر هذية تبدل حسب ما حكينا وتناقشنا في النواب واضح جينا قسمنا قسمنا المعتمديات من 1 إلى 200 وار 60 قلنا من لول ثمانية الولايات الأولى ثمانية الولايات الأولى ما نقول كيفش كان الغزن ثمانية الولايات الأولى ما فيهاش تغيير خليوها كما كنت اللي عندها تنمية جهوية عندها واللي ما عندهاش تقعد ما عندهاش من غيره شيء عروس ووسوسة ونابل وصفاقس ومنوبة به ووصلتاش اللي قاعده قلنا قال لي الترتيب من 132 إلى 264 نعطيوهم 30% من المنح وقال لي ما بين 81 و132 15% أنا ذيك فما نواب وفما حتى وزارة في الحكومة كل يقول لك هذي مش عادلة على خاطر عندي أنا مثلا في دور هيشر ولا في البطان في منوبة ولا حتى في تونس في سيدي حسين هذو مثلا ناس تاعبة والتنمية حتى وكان هون شنوها اللي يجاي وقال مالا المعتمديات نتاع اللي أقل في الترتيب أقل من 132 نزيدو فهمت جون دونك هذي شنوها اللي تزيد تزيدو 8 معتمديات مش حاجة كبيرة كان هذي مخرج على خاطر إحنا سمعنا وقعت تراجع ورجعنا للخارطة متاع بن علي اللي عملها عام 4 وتسعي اللي فيها دي جاعة ثلاثة معتها حتى تنازلوا حتى على تحفيزات ثلاثة وحوافز ثمانية ومستاش وخمسة وعشرين قعدوا معتها كيف كيف والخارطة وثلاثة معتها نحا وثلاثة وعشرين معتمديات رجعنا إلى ماء هذي شنوه يدل يدل أما وتحب نفسر عليش هو التفسير عشاندي برشاة بقدر وخايا بشو ماء بشو ماء بشو ماء بشو ماء مشكلتك عالمهدية مشكلتك عالمهدية وانتي نايب عالمهدية أنا نايب عالمهدية عن نسبة معتمديات نحا وكيف تجي تقول لي يجي انش نطلب منه كان مشي تشوف ملولش ومشي يشوف قصور السيف ومشي يشوف برادعة وشوف هذو مكانهم حتى وكان ماهوش بعاد على البحر ونعطيك الترتيب يجي نعطيك أنا في مهدية نعطيك اكثر واحدة اكبر واحدة بعدها هي مركز الولاية مهدية الترتيب بتاحها اربعتاش هذيك احسن واحدة ومبعد وعنا ليه بش معانتها مش ماهيش معانت حكاية ندافع على جهتي بيانصور خطر جهتي مظلومة مظلومة ومظلومة برشا زي دا ومش كان هي مظلومة خمسة جهات خمسة جهات بنظرت نحاولها خمسة جهات وهذا مش معقول وهذا شي تعمل ها تنقلك ها عندك ها صور السيف 109 الجم 128 بومرديس 133 سيدي علوين 162 السويسي ذي كاقات ملولش 178 هذو ما الكل تنحاو هذو ما الكل تنحاو منحبش نقول اللي فما في مناطق اللي فما عددهم ساعة وخمسين موجودين والي فما 88 موجودين انا مانيش مش نعمل معناتها هالوي ولكن كيف تحط مصدر وحط حاجة منطقية وعلمية طبقها مش جيش للتراجع عليش تتراجع تقول على الخاتر ما تنميش فلوس نجي ونشوفوا به قديش الدولة حطت فلوس في الامتيازات هذية في التنمية الجهوية كل عام قديش تحط كل عام تحط 56 مليون دينار في السنة بالنسبة للتنمية الجهوية هذية حط شي كم تيزيت كم تيزيت كحوافز كحوافز يش نقولك وقدش تحط في الجملة الكل 800 مليون دينار لشكون لكن المؤسسات المصادرة كلية كانوا حط شي 0% وقالي في قانون المالية حابوا يرجعوه 0% وحنا نحيا رجعناها 10% معانتها 56 مليون دينار بارابور الـ 800 حط شي ولهذية الكل نزيد نمشي أكثر من هكاية احنا في التمشي هذية جديد تمشي اخر واحدة تمشي ماشين رانا للمركزية ماشين للحاكمة المحلية نحكيه على حكاية هذية بشتوم 14-14 سنين حتى وين يصيروا المجالس الجهوية وتولي كل جهة تعطي الامتيازات واللي تحب عليهم والاراضي اللي تحب عليهم والمشاريع طامنهم اللي تحب عليهم الشي اللي تعمل ماهوش في المنطق متاع الدستور وماهوش في المنطق متاع شكرا اللي محجول رئيس كدتا في تونس في مجلس نوام شعب وإذا كال لنا بش نزيد نقول اخر كلمة اخر كلمة من فضلك عايشك خاطر مهم جدا لهنا قال نو حتى نحن نعرف أني احنا شو معناتها الحكومة هذي بعد ما داروا 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 نرجعون لقبل معناتها ما نعانيش حتى الخدرة بش نقدموا بالبلاد بش نبدلوا حد شي يزينا نرقدوا كما احنا نقسالوا ملا كل شي كان به من علاش عنا ناخدوا سياسات اللي كانت وكهو ساعدت اذا وإحنا جميع قال انت يدافع على مشروع وزيركم سياسي إبراهيم ندافع على مشروع الحكومة لا 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 سمحني الحكومة اللي كنت فيها والمسلت وانا كان ندافع اليوم على جيتي واندافع على مادية واندافع على مادية واندافع وذا كان نواب اللي هما مضرورين كيف مع احنا يدافعوا علي سيد الناب سامي عبد اللي لا سمعنا نحكي تقول غضوة بيش تحل المشكلة متاع الم لا بيش تحل لحظة ختتكلم عاد لا ما اكسش عليك لا وريم لا خليني واحدة واحدة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تفضل اللي يسمع هكا اللي خليش هتري يسمعوا في نعباد شي يقولوا اللي عبادة دوم قلوا عام الجاي المعتمدية متاع هذي وهذي وهذي بيش تحل مشاكلها والمعتمدية هذي وهذي وهذي كما حبش نسمي مش تحلل بشكل متاح يعني هنا مشكل مش صحيح وردوا بيكم يا عباد لو من هنا العام الجاي اللي ده سمعوا فيه مش صحيح مو تمدية بش حل مشاكلها مو تمدية اول حال الساعة من جموش نقسموا نحنا نقولوا المعتمدية هذي واحد احنا التونس الكل هتعاني أبار نحي شوية زينة تعاوست العاصمة تونس وصفاقس وصوصة العاصمة المدن الكبرى المدن الكبرى بيضا احوازت عامي احزم عندها معتمدية فقر مطقة ايجا لتونس نقولك سيد 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 خسوية هالتحريب ونهزك بلايس اللي معاناة كبيرة مش رواد ومشي الكذا عانتينيها بش نقولك شنو بالحق نمشيوا حتى بالمنطقة متاحهم الدولة ذية حددنا معتمدية احيهمنا نحاولو نسكون بعد اسكو بش يسير بالحق اسكو هالامتيازات تلو نحكيوا عن امتيازات مالية راهو قانون الاستثمار جاء عتينا بموجب قانون الاستثمار تفويض لائس الحكومة بمقتضى امر بش يصدر ويحدد نسب والجهات والاخي متعلقة بالامتيازات المالية عاليش امتيازات المالية بش المستثمر بش شاشع المستثمر يمشي غادي نعطيه امتيازات المالية يمشي المستثمر غادي احنا منظومة امتيازات المالية عشقو تكراه يزم يزم نحكيوا بصدق مع المسألة هذه المنظومة هذية اثبت تفشلها تلت عقود فاشلة بش فاشلة بتقارير رسمية عنا مش عنا قريب الالفين مليار سنويا امتيازات بين جبائية ومالية نحكي على الميل المليار الفين الفين مليار عنا على كل امتياز مالي في الامتيازات المالية عنا على كل 30 الف دينار مليون من المليمتر موطن شغل اي لك نخلي الموطن شغل نعطيه ونعطيه شماج وما يصليش مليون بلعاب عنا احنا اليوم امتيازات اللي نعطيه فيها للشركات فتحة الباب امام التحيل تحيل بعض الشركات او العديد منها بيشتياخ الامتياز وما تحلش المشاريع وعنا الدليل والدليل عنا هنقاش من عام تاهمش للولايات وش المعتمدات ومشي جيك تاهمش حتى مستثمن حلغات ما تاهمش نوقع المشكل احنا جينا للنقطة السابعة في مسألة الاستثمارات وجينا مشينا لحل السابع عليش خطرة الدولة وخرت قال انا محب نعمل حتى شي وفر الطريق كيفاش كيفاش بتوفر شو الحل اها شو قولك ايجي سماع انت عاشيك انك تعلم انفرستركتور شو الحل اها ايجي سماع ما حكينا ايجي عن انفرستركتور موجود المخطط خيخة اه بشو قولك الى حين تحضر انتي اللي حصير عقبال الجامعة اينا مش نعم مش نعمل ايجي اربع سنين راه لا لا احنا من يوم تبدأ احنا من يوم تبدأ ايجي 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 انا ايجي انا فهمتك خليقش معك خليقش معك خطر انتك اليوم انا نقرر نقول اوش اعمل استثمار متاع معملي خادم 2001 يا سيدي ولا 2001 في جهة سيدي بوزيد راه نزمني 4 سنين باش المعمل يبدأ يختم بسك السؤال ايجي احنا كانت عنا المنظومة ذاية معمول بها عملنا قوانين امتيازات شنو اللي خلينا عملنا قانون ايجي انا امتيازات تقول لي شنو نسئلك انا 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 خاطر انتي نحيو لا لا مش هيدا انا عندي اخفل 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 الدولة اليوم ما ينزمش اتوخل و تحل الباب تقولك هاو المستثمر مش يحل المشكلة الدولة يزم يكون عندها دور اليوم في الجهات تبدأ تبادر تبدأ مش تشجع المستثمر هي بيدة ثم مسائل حيوية مسائل همة نبدأ انا ساعة ما نسلمش إلى حين انه تبدأ تتمكن منها وبعد خوصصها وبعد عطيها حاجة اخر الراهل امتيازات جاء مش كينا مش كينا اتروت ووحد المستثمر يجب مش يقى مستوصف يقى سبيتار يقى مدرسة بشقرة وولده يقى ما صالح للشراب ما يلقاش الامراض تبصو فيه كما تنتشرط ولا حياته لمن تنادي ما يلقاش ارهيل في مناطق ما يلقى الامن مش سهل عندك سبعة نقاط قبل الامتيازات احنا جينا كما تابش كما ابوه عائلة ما قراش ولده ما ربهم مش معتاهم عمالهم حد شي جاء قالوا من هؤول الفلوس وبره امشي اسرح هكا عملنا نحن امشي عبر القشار شو كان ليك مراك الله فيك كلمة ونجاوز ريم حجوب لقى مع انتا كلمة نحب نقول الي هل توزيع هذوما الجغرافي والتنمية الجهوية تخص شكون احنا عنا اكثر 50% من المواطنين ما همش في المناطق تنمية الجهوية نحكي وعلى ريف وانا نحكي نعرف من ليح على خاطر المنطقة نعود نقول مهدية هي منطقة ريفية على الشريط الساحلي وهذه حكاية انها عندك بعيدة على شريط الساحلي معانتها انت في ولاية الساحلية تتسمى معاندكش معاندها مكش تستحق الى التنمية هذي مهوش صحيح على خاطر الا حواف هنقولك عليش هنقولك عليش لهنا نعطي مثال مثال صغير جملة جملة مريم ري محجوب جملة شوف انت بشرح مشروع انت بو بكر بشرح مشروع عندك حن السليانة اشتمشي تلوج فما ما نعطي بتاع التنمية جيهوية تتعن فيها مشروع باركو يا عشك باركو اي ان بوس باي ما تمشيش تلوج في تطاوين ولا فيها خاطر ما عندكش حتى حساس لي انا ماما هدية نحب نمشي ما نمشيش لالسيدي بوزيد وقاسري على خاطر نحب هكا هكا فما دافع لا لا وين المسرحة لا 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 وين نرقع سيبي ايجا نفر ايجا نفر ايجا نفر دافع سنتيمتال معا وفي موت فكرة كسا على خاطر على خاطر هدوما موجودين من 94 المناطق معل الله بنا نحمي نادي المصيد تنبي just يكفي نعم بارك الله وفيك بارك الله وفيك انا جيتين احتي شكرا احنا نحبو البلاد الكل تنو نحبو البلاد الكل تنو بن عايشة اليوم نص نهار في مجلس نواب الشعب عملتوا واخرنيه لمحال المساعتين باش نقدموا مبادرة تشريعية جديدة لتنظيم سبر الاراء وصد زعات الرأي على خاطر محسن مرزوك تحط في الاخر دون قدمتوا المشروع هيدا وعليش نحط المشروع هذيه بشوالي فلول زع ما سي محسن مرزوك مشروع سبر الاراء هذيه ولا مشروع القانون هذيه لهو في اتار تنظيم قطاع معين كيفو خاطر اليوم كيفو 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 التجارة الموازية كيفو التهريب ما هوشو منظم واحنا مجيش هالمقترح هذيه لا على خاطر سفلين ولا سفلتين جاي اللخر ولا اللول في سبر الاراء ولا جاي ضد اطراف معينة خلينا نخل نواضحه هذيه جاي استجابة لطلبية عدة اطراف رغبة انها تنظم العمل هذيه وعلى راسها قطاع سبر الاراء على خاطر هذيه قطاع اليوم معناه هني قصدتو شافافيه اليوم التساؤلات كيفاش قاعدين يسيرو عاليش هكا عاليش هكا عاليش اليوم ما نظموش قطاع أنا قادمين على استحقاق انتخاب يجي اللي هو الانتخابات البلدية يخويا خننظموا الامور وخنحطوا قوانين تنظم القطاع هذي عاليش نحبوها هكا في المهموتة ولا حكر على اطراف ومهوش حكر على اطراف اخرى ليه معناه ما فيها باس اليوم نعمل مشروع قانون يستجيب للمعايير الدولية يضمن حد ادنى من الشفافية ومن معناه من اسص الدموقراطية واحنا مهمتنا زيدة تأمين العملية الدموقراطية حاجة اخرى في مشروع القانون هذي راهو يهم مشكين سابر الاراء في اوقات الفترات الانتخابي راهو يهم كيف كيف سابر الاراء متاع الشركات التجارية ومتاع الدراسات وغيرها 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 نحبوه اليوم يكون عنا اطار منظم نقومو فيه بالعملية كنو الاطار المنظم هذي اعطيني كهيكل معناه كهيكل فما احديث هيئة اللي هي تنظم سابر الاراء فما كراس شروط للاطراف اللي بيش تقوم بسابر الاراء مش اللي هو كراس ولا يعمل صانت غضابيل في عشرة من يس يقول لك كان مؤسس متاع سابر الاراء فما احديث هيئة وطنية الهيئة الوطنية في التركيبة امتها احنا حبينا يكونوا فيها اهل الاختصاص يعني وفيها مختص او خبير من الهايكة فيها عظم ممثل على اليزي الهيئة الانتخابات وفيها زادة اسيدة جامعيين مختصين في الاحصاء وفي سابر الاراء وتكون فيها مراقبة قبلية ومراقبة بعضية يعني قبل ما يعمل الشركة تعمل سابر الاراء امتاحها تعطي مجموعة من الكسيان جكون والشانتشيان وعندو الحق المواطن يطلع عليها خطرحنا هذي الكل وفي تكريس زادة الفصول 30 و 31 و 32 مدستور اللي تضمن حق النفاذ للمعلومة حرية الفكر والاعلام والنشر وبطبيعة الحال ذمين الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي فمشروع القانون هذي يجيب بشي نظم قطاع حتى العموم كانكو عمتو وقت يتذريتو منو على خطر في 2014 ما كنتوش تحكيو علي وقال رضا بالحاج قال كان ساكن عنا هذي امور لما حالنا ما نعرفي شي سرتبقنا وشنو المشكلة وشنو المشكلة عليش الميوم ما نظموش القانون هذي احنا مبادرة ذي لمحالة قعد نخدم عليها عندي مدة ونحب نعلم مكسبو بكر الكتلة البرلمانيا وفي انا لول ما قلقني كنوالي انا نخري وولي قلقني هذي المشكلة وكي باش نعمل القانون باش نوالي لا 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 اما مقلقني لا 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 هو مقلق دون لابسولو واحنا قاعدين نخدم على مشروع القانون وهاو الاختي ميت قدم تعمليول بمشروع القانون قاعد في رفوف المجلس واخوية صدنا عليها 2016 ليش رفوف السامي طيار ديمقراطي طيار ديمقراطي ماتاتي قد تتلنا في اللجنة وقتها اللجمة دارة هي دفعت عليها المقترح قاعد في رفوف المجلس اليوم تقدمنا بمبادرة اخرى على خطر عنا اشهر من اللي نخدم عليها وبتبيعة الحالة هو النواب قتلة الحرة مش الحزب يقول ما عملو لي مشروع القانون بالعكس هالنواب تقوم بمقترحات وتقنع بها الحزب وتقنع وحتى كن ما اقتنعش بها يعني تدفع عليها على خطر هذية بتبيعة الحال على خطر هذية مجال او معناها اتار عمل لازمو يتنظم كبقية نخليهو شنو كي تهريب معناها كي تجارة الموازية نخليهو هسب الانعام سايب حتى انو المشروع متاعكم ومشروع هذا الجديد اليوم ولا اعنزو المشاريع هل بشيكون نقطة ضغط على مجلس النواب حتى يحطو ذي من الاولويات هو بسراحة الحكم تعالى ببيرا بالعكس احنا فرحاني وماذا بنا كنت الكل تقدم 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 بخوشي الواق يعكس حرصك على تنظيم هذة هذة المسألة شوف احنا مش مسألة قطاعية ولا قطاع مش منظم لا لا هو رقم في الديموقراطية عمليات هي رقم في الديموقراطية وهي رقم في الدكتاتورية وين تحطها تعاونك كيف تحطها في التعتيم وتحطها تحت ولاقات وخدمة الاجندات راهي هذيك السياسة دكتاتورية وكيف تحطها في شفافية وتحطها في رقابة راهي تعكس رأي عام حقيقي وتعكس انتباع الشعب الحقيقي وتجسد الديموقراطية يعني ختيل جدا انه فما سابر أرى اليوم عمليات سابر أرى موجهة انه في عمليات سابر أرى فيها معناها تخدم في جهة سياسية معينة خزوميات عليش شوف كل ما حاجة مش منظمة هاو يحطك في المرتبة الثانية وحطني في المرتبة الثانية وحطني في المرتبة اللولة ويحط الحزب كامل يزم النظمة عمليات سابر أرى منفد الكوش يظلوا يحبوا سكتوك حتى تتظلوا فيك في الترتيبة خارج او واحد واو كليتوك عطاك تفسير زين يا شوف عطا نقولك شو يحطك شوف على الأقل بنسبة لي نحنا يحطك ما يحطك شي حتى كان أغزة ثم خدمة كاملة تخدم انا ما عنديش ثقة حتى في مؤسسة سابر أرى ما عنديش ثقة في نتائج على الأقل حتى اللي يعطيه نتائج قريبا للواقع؟ ما بشو نقولك ما نجموش نعطيه ثقة في نتائج اليوم تحسب الأرى يا أخي تحب نعطيه فيهم الثقة ينظم مروحهم في إتار شفافية وفي إتار الرقابة وفي ترائيكل يعمل وفق قواعد ومعايير دولية منفد الكوش راول اليوم هنا نحب نتار العكسية سيبو بكر هنا الأصف في الأشياء مبعد على راسي تحطني لولا تحطني للخلط ونعمل نخدم على سبش مجمار جيت حطني جي لولا هما اليوم يا أخي إحنا نقاعدين ننتظر فيه رهانات مهمة للبلاد أنا شبكي مثال مثلا حزب نيدا تونس بش تعفلي هو رقم في معادلة أخرى اليوم نقاو حزب نيدا تونس من يبدأ هو في إستطاعات الرأي اللول قبل ما يبدأ حتى موجود شكرا واضحين من بعد فعلا ولا موجود عامل من العوامل بش ما نقولش كل كل العوامل عامل من العوامل هي الصناعتك الرأي العامة داك حزب كبير حزب يلمده شنوها ويكفاءات ويبدأوا يخش كل شر وهما يغنيونا في حزب كبير حزب كبير فعلا الجاة في ما وصلنا لنتائج حان العامن غنيو ساميا أبو لولا ومحمد عبو ثانى حنشوفوه شنو مش تعتين بعد بيني واسع حنشوفوكم بكشتdamت توم إذا كانت توم مجيوا الويلى فلتي خابت جاية للا طبعا لا حكي إذا كان توم مجيوا الويلى فلتي خابت جاية وقتا نوليوه نشككوا خاندي اعملك فكرة تفهم فكرة تبحانت تحليلين نتي فهمت فكرة تبحليطها هاي صكتة انا شو كنتش كمت تعطيني نوت من بعد وراي نعطيك نوت ومتخص عليها ومتخص عليها ومتخص عليها ومتخص عليها عطيني واسل فكرة تكسيمي عام لا والله بدكمل فكرة والله مليقا اسمات التحدي شوف وقتنا عملك صناعة هذيك موصلنا للانتخابات إلا ما فعلا ولا هذيك رأي عام إلا ما صنعناها كل رأي العام تصنع وطلع فعلا كلامه صحيح لكن هك شفته بعد عام خطر كلامه فارغ من داخل خطر أمبولة فارغة من داخل أصار فيه حزبه بيه صار فيه صار فيه صار فيه الحزب نديد تونس ما زيلون ما زيلون في السطلعات الصار فيه صار فيه أنه تشتت وأنه خرجوا منه وصراعات وحزبه فمش كمش ما زالي جيلول كمام كمام معتها هما رويت سألو كيفش سميع عبو جيلولة معلومة سي مبكر فما دراسة تقول اللي هي مش الخطأ لامرش دي غر في سطلعات الرأي في تونس 14% 14% لامرش دي غر شكو اللي يقول هيدا فما دراسة وطول نمدك بيها دراسة تقول صبر الأراء في تونس لامرش دي غر في 14% هذي كعليش في مشروع القانون زي دا هم يقولوا تذكو يدواف ديفنير يدواف ديفنير جوستم لامرش دي غر هذي باش نكونو خالط اريم حجوب سندهم ولا مهم ياسر القانون هذي باش ننظم سطلعات الرأي خاطر سطلعات الرأي مهمة للأحزاب وللشخصيات اللي هي داخلية ومهمة أيضا كما قالت سيمة هي توجه الرأي العام وهي تصنع الرأي العام وذيك عليش ماذا بينا تكون عنا أكثر شفافية ويكون عنا ضوابط اللي يمشيوا عليها لكل المؤسسات متاع صبر الأراء وقتها خاطر نلقاه من مؤسسة مؤسسة فما التفاوت كبيرة صار في صبر الأراء يظهر لي وقت سواب باش نقنو هذي بيقنو فما تفاوترا فما تلاعب فما اللعب الأرقام اللعب الأرقام اللعب الأرقام السؤال وكفيش توجه السؤال وكفيش تقوله كفيش تحلل الأرقام لا بعد ساعات تتلقى أحزاب أما تاخد بروت سمحني كتاخد بروت برا أخوض بروت إيصار داشتقار قراء في بروت لا لا كفيس قلت حزب معدش موجود حزب معدش موجود معدش موجود سبيل ومش شخصية معدش هذي الكل شكرا شكرا قريب محجوب رأيس كتلة في تونس محلين نقاش معكم محلين نقاش معكم عملنا ساعدة جاء خوال أبن عايش أنا بمجسنا بشعب عن كتلة بحولة لحكة مشروع تونس سامي عبو أنا بمجسنا بشعب عن كتلة الديمقراطية لمؤسسة سبل عراء حدوها في ترتيب متقدم شكرا جزيلة قبل غدور